السلام عليكم يا بيش مهندسين التوجيب تعنيل وده طبعا مش مش مزبوط فعملنا معات تعدلات كده بسيطة تعالوا نشوفها فلسكيتش طلبتم منه اني احنا نعمل ربط لعناصر المشروع للكتلة مع بعض الكتلتين مع بعض ويبقى حرف اس وكنت ضفت له بيضاوي كده يعني استكمالا لتشكيل الحرف بس هو الدكتور طلب ان يكون حرف اس صريح ونلغي البيضاوي وفعلا هو شغال على ده دلوقتي وبدأ يوزع فيه العناصر الداخلية للمشروع